بحضور نخبة من كبار المسؤولين والدبلوماسيين والكتاب تسلمت امارة الشارقة رسميا راية ضيف شرف معرض المكسيك للكتاب 2020 في دورته الرابعة والثلاثين لتكون ممثلة لثقافة العربية والاماراتية في القارة اللاتينية حيث نقلت الهند ضيف شرف المعرض 2019 اللقب الى الامارة وتسلم سعادة احمد بن ركاض العمر رئيس هيئة الشارقة للكتاب الراية من سعادة من بريت فورها سفير الهند في المكسيك اذ تم اطلاق الشعار الخاص بالمشاركة والذي حمل عبارة مرحبا بالجميع وقال ورأول بديلا لوبيز عيس معرض المكسيك للكتاب اليوم نوجه انظارنا نحو الشرق الاوسط حيث يبرز دور امارة الشارقة كاهم المدن الثقافية في العالم العربية ونحتفي بها في معرض المكسيك لتوسيع نطاق الحوار العالمية حيث نؤمن ان حضورها ضيف شرف على المعرض سيفتح افاقا جديدة نحو مزيد من التواصل والعمل المشترك مع الثقافة العربية بصورة عامة بدوره اوضح رئيس هيئة الشارقة للكتاب ان مشاركة الامارة ستكون حافلة بالانشطة والفعاليات وندوات وستشهد تقديم مختلف اشكال الفنون والحرف والتقاليد التي تعبر عن الثقافة الاماراتية والعربية اليوم نجني حصاد مشروع الشارقة الثقافي هذا المشروع الذي وضع معايره صاحب السمو حاكم الشارقة اختيار الشارقة ضيف شرف في معرض المكسيك للكتاب الذي يزوره ثمانمائة الف زائر اليوم نجني رهان ذلك المشروع الذي جعل من الشارقة الممثلة للثقافة العربية والعالمية الى العالم وتنقر رسالة الثقافة العربية والاسلامية الى العالم من خلال هذه المشاركة المتميزة كنا سعداء جدا للاحتفاء بالشارقة كضيف شرف فهي عاصمة الثقافة العربية وستأتي هنا بفنونها وعلومها وبكل اشكال الثقافة والادب الشعب المكسيكي يحترم الشارقة ويقدر حلولها كضيف شرف